خلونا نبدأ نتكلم شوية على بقى اللي بيحصل جوه مصر بالتحديد من أخبار وما إلى ذلك النهاردة التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى مع الدكتور طرق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وأيضاً التقى بالدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمسؤولين في الوزارتين والجهات المعنية ليه؟ لمتابعة جهة إجراءات عقد امتحانات السنوية العامة البعبع اللي احنا عيشنا فيه طول العمر ده بيشير سيد رئيس الوزراء إلى أنه تم عقد أكتر من اجتماع الهدف من هذه الاجتماعات إيه؟ إن احنا نعرف إيه الإجراءات بتاعة الامتحانات هتتم إزاي؟ وسبق الاتفاق على عقد أكتر من امتحان تجريبي في واحد تم في إبريل لو كنتوا تتذكروا أيضاً هيحصل امتحان تجريبي أو امتحانات تجريبية تانية في شهر مايو وفي شهر يونيو بحيث أن الطلبة تقدر تقول كده ببلدي ياخد ويدي مع المنهج ياخد ويدي مع الامتحانات لحد ما تستقيم الأمور ويحصل تقييم لهذه التجارب الامتحانات التجريبية المختلفة الوراء ده قاعة مجلس الوزراء دي الحنوة والطعمة دي ايه الطعمة دي؟ الكادر عجبني بصراحة نشكرك أستاذ فإزاي يتم الخروج بقى بالامتحان الحقيقي النهائي على أكمل وجه إن شاء الله ما يبقاش فيه ما يطلق عليه الجماعة الأجانب يعني ما يحصلش فيه أي لخبطات إن شاء الله ما يحصلش فيه أي سقطات قولوا إن شاء الله كل المطلوب للطلبة تلامزة السنوية العامة زاكر كويس أرجوك زاكر كويس دي حاجة أهاليهم بقى اللي هو إحنا ناس اللي زي حالاتي وغيري أنا لسه ما عنديش عيال دخلت السنوية العامة يعني اللهم إلا الوقت حمزة ابن مريا مختي فكل الأهالي اللي عندهم عيال في السنوية العامة ركز مع العيال شويتين ده الله يكرمك وما تخليش العيال تقعد تضحك عليك وتأكل بعقلك حلاوة وإنه أي حاجة ما هعمل إيه أصل المشعار في المنهج أصل الأسئلة أصل الطريقة أصل العامة لازم تشد حلها شوية وتمشى في شوية دي اشتركوا في القناة